عشان الأول أنا حبتدي من قبل ما روحي المقابلة حقولك السيفي السيفي أحيانا الناس بتبقى مترددة أحط صورة ما حطش صورة أحط الجمل الكلاشيهات اللي هي بتاعت أنا أجيدي التعامل تحت ضغط والعمل تحت ضغط والتعامل داخل مجموعة ولا ما حطهاش يعني أسئلة كده فنية بسيطة بس بتوتر وبتفرق عند المتلقي بتاع السيفي أو المعينة بتقاعدة ممكن تنبهنا الأهم النقطة؟ أهم نقطة فيه هو إذا بتصوق نفسك مش السيفي بتاعك السيفي بتاعك ممكن يدي انتباعه عنك ما هي هو؟ ما هوش حقيقي ولما تيجي تتكلم فيبان في فجوة في الشخصية لازم تكون مستعد شخصيا قبل ما تكون مستعد بالورق اللي هتقدمه لازم يبان عليك أنك أنت واثق من كل كلمة أنت بتغلق وأول نقطة كيف تكون مهندما مش متأنقا لأن أنا ممكن أشتغل شغل أنا مش محتاجة ألبس يعني أشيك بدلة في العالم علشان أدخلها لكن أكون لابس اللبس اللي يتناسبه طبيعة الوظيفة لو هشتغل في مكان صناعي لازم ألبس الحاجة اللي تبقى مارينة إن شاء الله كاجول بس يبقى ده معناه أن أنا راجل عملي مش مجرد شكل لازم ده يتعلمه كل شاب قبل ما يدخل للمكان اللي هو هيقدم فيه رقم اتنين لازم ياخد باله من الألفاظ اللي بيقولها يعني ما يقولش مثلا في البداية إيه أنا أقدر أعمل كذا لا لكن ممكن يقول أنا أستطيع تعاون مع حضرتكم في تحقيق اللي أنتوا عايزين إن أنتوا تتحققوه هنا بقى المسألة تفرق حكاية أنا 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 دي دي بتفسد العلاقة بيني وبين الشخص اللي بيقابلني من قبل ما تبدأ لأن ده معناه أنه هو شايف نفسه حبتين وإحنا بقى مش عايزين الليلة دي يعني دايما أقول للشباب كده وأنا ما بقولكش تتواضع لدرجة أنك تسخف من قدرتك لكن خليك شديد التواضع وإنت بتجيب على أسئلتك يعني مثلا فيه سؤال أنا ما بحبوش أبدا لما بيجي الواجل يقوله تحب تاخد عندنا كامل المرتب المتوقع النكتر مش كده أحسن إجابة تتقال حتى للناس اللي عندها خبرة قبل كده أنا حبقى جزء من السيستم اللي أنتو حطينه حضرتك قولي أنا وظيفتي بتبقى إيه مرتبة لكن أنا مش جاي أسأل عليه أنا جاي أسأل أنا مكاني عندك وحيكون إيه هيا دي الإجابة الصحيحة لأنه ببساطة جديدة ما أنا ممكن أقول أي مبلغ فيقوم هو رتد عليها ويقول لي إيه لأ إحنا عندنا ليحة طب إنت سألت السؤال ده ليه أنا ما بحبوش طب إنت رأيب بيسأله السؤال ده ليه بيبقوا عايزين يشوفوا السقف بتاعه فين وهو هيطلب كامل ومعنى أنه يطلب مبلغ أكبر وأنا حقوله المبلغ الأقل يبقى ده معنى أنه هو مش هتحمس الشغل معايا وده ما هو الصح لأن في الأول وفي الأخير هو جاء عشان يشتغل بس عايز يثبت لنفسه وللي قدامه أنه هو القادر على كده ولو بدأ شغله بيشيء من الكسل شوية غزبا عنه أو عدم المعرفة فتبصت لقيهم بدأوا يحكموا عليه حكم تاني إيه سلبي ده ما كانش باين وانت بتطلب كذا وانت عايز المبلغ الفلاني وأقولك بقى على حاجة أساسك كبير أطلب من الناس عدم المبلغة في راتب السبب إنك لازم تدي نفسك مساحة تثبت ذاتك الأول وانت سيبك هتاخد إيه لأن الفلوس ساعات بتيجي لوحدها يعني بتيجي لوحدها لما بتباين جدارة لما بتباين قوة غالبا الشركات بتقول إحنا حنجرب ثلاث شهور فترة التجربة فبالتالي بدناء على التجربة دي بنشوف حنعرف نشتغل مع بعضه إيه حجم المرتب اللي إنت ممكن يبقى أكتر من توقعاتك جدا أو أقل وبصدفة دائما ترجمة نانسي قنقر